الحملة الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي في الترحيب بأشقاءنا السودانيين اللي جايين مصر الحقيقة بدأت تعمل صدا كويس جدا شركات اتصالات بدأت تعمل تسهيلات للتواصل مع أهلينا في السودان بشكل أو بآخر الحقيقة في الفقرة دي قررنا أن نجمع كل المبادرات الإيجابية اللي ظهرت في الـ 24 ساعة اللي فاتوا من شركات اتصالات من أشخاص من مؤسسات من مجموعات في الشارع المصري عشان نقول رسالة واضحة أي مواطن مصري سواء كان مسؤول في شركة أو مواطن مصري عادي أو أي حاجة في أي مركز في أي بوزيشن في المجتمع المصري فهو الطبيعي فيه أن يرحب بالشعب السوداني فهو الطبيعي والمنطقي والإنساني واللي احنا متعودين عليه بحكم الدين وبحكم العرف وبحكم المجدعة وبحكم كل حاجة أنه أهلا وسهلا بإخواتنا في السودان يعني لا يمكن بحال أنه الكلام اللي كان بيقوله عضو لجنة الصحة في مجلس الشيوخ ردا على هبة راشد في مؤسسة مرسال أنه مش عارف اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع وإحنا مش هندي احنا مش نصيد ده ده أراء شازة في المجتمع المصري لكن الغالب في المجتمع المصري الحقيقي هو اللي هنشوفه دلوقتي تعالوا نشوف مع بعض شركات الاتصالات عملت إيه ونبدأ بشركة فورفون حرصا من فورفون مصر على مساندة ودعم عملائنا للاطمئنان على سلامة دويهم في السودان سيتم إتاحة المكالمات والرسائل الدولية وخدمات التجوال مكالمات ورسائل من وإلى السودان مجانا لمدة ثلاث أيام بدءا من يوم الخميس سبعة وعشرين أربعة الساعة 12 ظهرا لمساعدة عملائنا بالتواصل والاطمئنان على دويهم أتمنى أن فورفون تمد المدة أكتر من ثلاث أيام كمان لأن الأزمة لسه مطولة لكن هي مبادرة تستحق التحية من شركة فورفون لأن فعلا الناس الآن جدا على دويها سواء الناس دول مصريين أو سودانيين أو من أي جنسية أخرى وهنا عايز أقف شوية وأحكي لكم عن لقطة شفتها النهاردة الصبح سكاي نيوز قناة البريطانية مش سكاي نيوز عربي سكاي نيوز البريطانية كانت بتبث بث مباشر لايف من على الحدود السودانية المصرية وهناك المراسلة مش متذكر اسمها عشان ما ما قولوش غلط فجأة وهي بتتكلم في النشرة وبتقول تقرير فشافت عماها أو خالها وبعدين كانت لقطة مؤسلة جدا الحياة والمقطع منتشر جدا على تويتر النهاردة الصبح راحت احتضنته أنت فين بدأ يطمنها عليه بدأت المراسلة دي تبكي على الهواء ده اللي عايزة أقوله أنت الناس اللي ليها أهالي في السودان وأقرباء الوضع صعب جدا زي بالضبط السنة اللي فاتت في حرب روسيا وأوكرانيا زي قبل كده في اليمن زي في كل مكان بيحصل فيه زي أفغانستان برضو السنة اللي فاتت أو اللي قبلها القصة بتبقى صعبة جدا وبتبقى بتحتاج إلى تعامل إنساني سريع وده اللي احنا بنتكلم فيه عشان كده كل التحية لفودافود نروح لشركة وي اللي أيضا نشرت بيان مهم قالت فيه تفقد أهلك وأحبابك في السودان مجانا مع وي مكلمات أرضية مكلمات محمولة رسائل نصية مجانية لأي رقم أرضي أو هاتف محمول في السودان طوال اليوم ابتداء من الجمعة 28 أبريل ساعة 6 الصبح صالح لمدة أسبوع واحد في حد أقول دلوقتي أسامة دي المصرية للاتصالات أنت إيه اللي بتعمله ده أنت بتشكر الشركة المصرية للاتصالات أنا بشكر الشركة المصرية للاتصالات وبشكر فودافون وبشكر أي حد في مصر زي ما قلت دلوقتي مسؤول أو مش مسؤول شركة أو فرض أي حد في مصر دلوقتي بيتعامل بما يملي علينا ديننا وبما تملي علينا إنسانيتنا وبما يملي علينا ضمرنا في الترحيب بأهلنا في السودان وتسهيل التواصل مع أهلنا في السودان فهو على العين والراس وهنوجه له الشكر والتحية على الهواء المباشرة